السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتي شهيوات أم نزار بوتيت كويزين نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا معي هذا الفيديو اليوم ان شاء الله سيكون فيديو ديال واحد طلبية مملاحات فيها بستيلات فيها ميني بيزا البغرير فيها الشنيك ما شاء الله فيديو عامر عامر استفادة بالنسبة الاخوات اللي بغين يخدموه وحتى الاخوات اللي ما بغينش يخدموه غير فدر ستستفدو كذلك من الوصفات فكنتمنى انكم تتابعوا معي الفيديو حتى الاخير بارتاجيهم مع الاحباب والاصديقة الي تعمل فائدة واللي ما زال ما مش شاركاش مرحبا بك اختيش شاركي في القناة سوف اعلي زر الجرس باش يبقى يوصلك الجديد ديالي ان شاء الله كيف كتلاحظوا معي هادو هما الوصفات الي كنت في هاد الفيديو و لكن رحل مسي منات مربعين بالحشوة ديالطن ما صورتهمش لان في هاد اللحظة في نجات السيدات بديت طلبية ديالها كانوا مسي منات مازالين كي يطيبو في الفران لان هم هما جوج طلبية ديال جوج الاشخاص كانوا عندي خاصني خرجهم في نفس الوقت كيف كتشوفوا معي الفيديو غيكون جدا مهم و غنوريكم كذلك تنظيم الوقت كيفاش حتى انضمت الوقت ديالي باش خرجت هاد طلبية كلها في الوقت ديالها لان ما شاء الله 133 حبة رح ماشي سهلة تقدر تكون سهلة بالفم ولكن بالعامل رح ماشي سهلة سوف نوريكم كيفاش درت حضيرات مسبقة هنا البنات في الليل انا كانت خرجها اللغد لي مع 12 ونصول الوحدة ديالنهار هنا بالليل هنا حتى نعست ولداتي عشيتهم واللي غي نعستهم المهم نعستهم ونطت هنا مع 12 ديالليت قريبا صافي بديت نوجد العمارات المقيلة ودرس فيها معلقة صغيرة الزبدة زيت المائدة مليحة وبزار والبودرة ديالتومة سوف تستغني عليه حتى تدير التومة في مرة مع شرميلة المكونات كلها سوف نسوطي الكروفيت زبيدة غير شوية خمسة دقيقة وسنحيده ونعطيه ونعطيه وقت طويل لكي لا يقصح نفس العمليات نعمل كيلو الكلمار وكيلو الكلمار بالنسبة للحص استعملت الباكية الميرلوسل 970 جرام يعني ما كامل شكيلو هنا كيف تشوفوا الكلمار لانه كثير تلق لي الماء وخادر الزبدة قليلة مشكلة غرب خمسة دقيقة لانه يقصح الطياب الزبدة الزبدة زيت الزيتون لتعطيه لده الزبدة الزبدة الملحة والبزار وشوية بودرة الملحة والبزار 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 يتم التحضير الملحة لا تستعمل غير مقلة غسلها الملحة 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 الزبدة الزبدة الأخرى الملحة قطعت العلب الكبيرة و قطعته شحرته في زبيدة و مليحة و بزار شوية البودرة غير رشيشة و نجيبه حتى يتشحر حتى نحيده و في نفس المقليس نحبت البصلة كبيرة مليحة و بزار و زبيدة سوف نشحرها حتى تأخذ لون دهابي و نحيدها أريد أن نجاوب أحد الأخس قلت لي بصلة مستدرش في بستيلة مستدرش في بستيلة كبيرة يمكن أن يكون الناس اللي يديروها ولكن بسيط لتصغر اختيرها كدر فيهم بصلة ليس عيب انها تدر المهم هو انها تطلق الدزوينة هذا المل يقطرت من الحوت من الكروفيتوم الكالامار سوف نضيف عليه 1.5 لتر سخون سخون و ضفت فيه 250 جرام الشعرية الصينية الباكية فيها 200 جرام و زيت عليها عناية من الباكية الأخرى 50 جرام سوف نجعلها لتطلق و نقطعها لها سوف نحيتها الزيت تقريبا 1 كس قل 4 زيت الزيتون 200 جرام زيتون خضر مطحون 1 حامضة مصيراء كاملة مطحونة نضيف 1 زلافة قل 4 زيت المعدنوس تقريبا مصد زلافة القزبور والمعدنوس يكون كثير من القزبور هنا نضامة البناء الحوث والذي عندها توابل البسطية الحوث ويقوم بتقريبا مصيرا هنا نضيف التوم بودرة في هذه المرحلة تقريبا ثلاثة الفصوص تقريبا مصيرا اضفت معلقة صغيرة عامرة كامون معلقة صغيرة تحميرها اضفت قليل جبل معلقة هريسة قليل خرقوم البلدي ونضيف رشة الابزار اضفت قليل قريصة الملوين فقط لان الخرقوم البلدي لا يبقى لي ينسى دايما في اي فيديو كتنقصك شي حاجة لضرار المهم نقول لكم را كدر را هنقصاني ولا نقول لكم را ما كدرش وانا تنديرها هنا يدرت واحد جوج معلقة لذي تسلسطة الطماطم المركزة لا تسلسطة لكي تأتي بلدي مجرد لذي تنشحر بحاجة لرد 5 دقائق معلقة بحاجة واحدة اخرى وانا نشحر لا نشحر تشحر الطياب لا نشحر اضفت اضفت الشعرية الصينية اضفت الكلمار والكروفيت اضف السمك الابيض اضف السمك الابيض اضفت الشرميلة وكذا الابيض اضفت السمك الابيض اضفت السمك الابيض اضفت الشرميلة قاتلية في المقلات الاخرى نزيد واحد المعلقة كبيرة الهريسة بالنسبة الهريسة لا تحرر الهريسة تحرر لان بسطيلة الحوس تجيز وين وهي حارة ولكن هالطلبية للجوج نساء حامل لا تريد ان نكتر لهم الحر ولا تريد ان نكتر لهم الملحة لا تريد ان الملحة لان الهريسة مالحة زيت مالحة السوجة مالحة الملحة الملحة المهم هي العمارة في السببرة وخشيتها في تلاجة لان نستعملها في الصباح بكري لان نوجد الحشوات المالحة والطون والحشوة والكفتة بالنسبة الى المقلات القدامية اضفت عليها 1 ربع كرمب مقطع رقيق اضفت عليها خزوة وضفت عليها ثلاثة المفلات وضفت عليها 3 الفلفلات مقطعين والوان يكون غير خسيارين سوف نشحرها بهذه الطريقة سوف نغير المالي حول بزرق الشون يدفتها في الأول مع البصلة حتى الخضراء لا تشحر لي بس هنا اضفت 500 جرام الكفتة لحم المفروم سوف نخلطها مع بعدي سوف نخلطها وانا نهرس في هذه الكفتة باش لا تطيب لي وها قاسحة سوف نفتسها لديها اضافة طون سوف نضيف طون مع ججعة ونضيف قصبورو مع نس بالنسبة للقصبورو مع نوس سوف نعطي لده لديه طون لديها الحشوات ونحرك بهذه الطريقة سوف نحرك بالطبع معلقة الصغيرة نضيف مقلة صغيرة تقريباً تحميراً في هذه المقلة نضيف مقلة حشوة الطون نضيف مقلة حشوة الطون نضيف مقلة حشوة الطاني نضيف مقاجر مقلة طون وحشوة الطف One ونقلد مقلومات والوجل مع هذا الطب نحضر العجينة ميني بيزا كيلو 4 دقيق كمال 1 كيلو 4 دقيق معلقة فوان كبار السكر ساني معلقة كبيرة 1 دقيق معلقة صغيرة ملحة ببيضة معلقة الخل معلقة كبيرة زبدة و نضيف 1 دقيق 7 جرام أو 0,5 دقيق 16 جرام نعجن بالماء الدافي نعجن بالماء الدافي 10 جرام سوف تأخذ العجين لأنه يستحيل بكية كميه سوف تخرج في نصف نهار و سوف تخرج في نصف نهار لأنه يكبير خلص خدمه و خصوصا السوف تخرج في نصف نهار سوف تدخل في نصف نهار سوف تحصل في العجينة و تلصف في اليد ضروري انها تكون رطبة و تلصق في اليد نضيفها بالزيس و نضيفها ببلاستيكا نضيفها بلاستيكا نضيفها تخمر نضيفها بلاستيكا نضيفها ميني بيتزا و نضيفها في تلاجة حتى نضيفها لان شنيك لا يمكن ان يوجد من قبل خاصة يوجد نهار بنهار قسم العجينة على جوج نقسم كأجزاء كاكويراس يكون صغر بالنسبة لهذا العجينة يدعف الحجم سيكون أحسن البنات اللي يبيعون هنا كيف تشوفوا معايا نحاول انني نشكلها غير بيدي على شكل الباقيطة الصغار يعني كويميرات صغارين ونحطهم في أحد اللاطة ونفرشة بالورقة الفرن أو المدهونة بالزيت كي يبقى الخسيار يعني الإنسان يدير حويجات اللبسات ويوفر لها رسول وش حال من حاجة وخنا بزاف دي الأخوات يكسبوا لي في التعاليق ترخص التامن هذا التامن ماشي مكيستحق هذا الشيء مكيستحقش هاد الأسمنة اللي كتديري ولكن البنات أنا را اللهم كنقول لهم غير البراكة ولا بلاش هاد الشي اللي كاين يعني هو بصراحة بزاف الناس قالوها لي قالوا لي را كنطيحة التامن بزاف ولكن كيف قدت لكم عليها حسب كل مدينة وكيفاش كي يكون بيع فيها مثلا أنا كنا في واحد مدينة صغيرة وراء بزاف الناس ديالها ما يمكنش تبيع لهم بواحد التامن اللي غالي بزاف را كمعارف اللي مودن اللي فيهم الفلاحة را ميمكنش أنك تطلع التامن السماء وراء هاد ثامن وكين من البعض كي يجيهم غالي الميني بزاف رشيت طاوات غير بالطحين و هكا قطع سم بالقطاعات خرجت عشرين حبه العجينة اللي بقعت لها كيف قلت لكم درسها في ميكا و درسها في تلاجه الميني باقيت مخ مرمي سيكري حيالة بيتزا هذه فيها ماركة ساتذيبا وأئدي الميني باقيت سأغطيها في المندل نضيف المنديل في البلاستيكة نضيف المنديل نضيف العجينة ميني بستيلة ورغايف 1.5 كيلو طحين 1.5 كيلو 1.5 كيلو 1.5 كيلو 1.5 كيلو 30 gab 30 gab 30 gab 30 gab 50 gab 30 gab 30 gab المرد لعجينة و لكن كانت اختيار المرد لكي لا تخمر العجينة و نجد عجينة تطلق ثلاثة ساعات لان لم يذهب مع ثلاثة ساعات و فقط مع الثلاثة الصباح نظر الوقت واضح لأن العجينة ترتاح لا تكون شاد خلائة لا تكون قاسحة حجرة لا تكون شاد خلائة جمعتها بشكل جيد نحن ندهنها بالزيت ونضيها بلاستيكة ونضيها بلد جميعها بالزفرة وكأنكم حطينها في تلاجة في الكوزينة هكذا البلاستيك والزيت باش مك يخليوش العجينة دي القشرة مع البرودة هنا أخذكم فاقس مع الخمسة ديال الصباح وش طرف ديال الخبز راما شي سهل الأخوات اللي بغين يخدموه أنا كنت عمد نقول لكم الوقس باش إلا باغين تخرجوا واحد طلبية مطنجد النهار ولا باغين تخرجوا مع الوحدات النهار وعندكم كبيرة راما يا أختي مخصكش نعسي نوضي نوضي فيقي على ولداتك بكري كورت العجينة ديالي في القياس اللي بغيت لعبارك يكون ما فيتش الحبة ديال البيضاء صغر من الحبة ديال البيضاء درسهم في البلاطوات وغطيت بالبلاستيك دهن تبزيس وغطيت بالبلاستيك وبدأ الدبك نشكل في المور ببعاد ديالي نطلق العجينة مزي نشوف معي العجينة رهات يعني كسب شي معاك زبدة مطلوقة لحقاش خدت الوقت تيله فراحة سوف نطلق هذه الكويرة مزيان نسرحها مزيان نورقها زبدة مزيان نحن نحن في الزبدة مدوبة الزبدة مستعمل زبدة توراق لما نستعمل الزبدة توراق تستعمل الزبدة مركادون البواطا نحيي لها المالة ونصفيها من المالة نجعل الزبدة تقلع الفوق ووضع المالة تحت ونرميه نعطي نتيج اللي هي زوينة انا اختيت هذا الاناء شريته على قبل هذا البسطيلة كبير محيد بقين بالزفرة ما شاء الله في اليد سوف نبقى هذه المربعات لربعتهم سوف نبدأ نشكلها كما تشاهده في الفيديو نضغط الحشواء نضغط على حتى تأخذ وقام بغض الشكل سوف نجب هذا الجوانب لنجبني غلاد في الأسفل هنا كان لديل عجينة ونجبني الكيمية كاملة لديل عشرين بعشرين وننقررهم ونرجع لعشرين وحدين أخرين لانا لا تلقت العجينة كاملة ورقتها كاملة وقالت ترخة ومني يبدو الحشواء تبدأ سوف تخرج من العجينة يجب ان يدهن الزبدة مدوبة يجب ان يجب ان يدهن الوجه يجب أن يدهن الزبدة لفرن نتعال الفرن لفرن سوف تنبذ الفرن على 190 أو 180 دراجه وعود نهبط الفرن كان نرده غير الى التحت حتى كي تلعوي بدوية نفخه عد كنشعل عليهم وفوق وكان ردهم في الطبقة الوسطانية هنا يرابده ويعني شحن من طاوة طاقت لي هنا جيت لمسيم منات المربعين حتى هما وصلت من النوبة ديالهم يعني كانوا هدو هما اخر حاجة هما لمسيم منات مربعين في العجينة المسمنة اما باقي لي شحن حاجة ما زل غادي نديرها سوف يتندير واحد الكمية الحشوة الوسط سوف ندهنهم بصفرة البيضة اللي حيت ملعجينة مع هذه البيضة اللي كانت بقرية من الباقيت اضفت عليهم واحد معلقة صغيرة او معلقة كبيرة ديال الصلصة ديال الصوجة باش كي يعطيهم واحد اللون دهبي زوين محمر ونرشهم بالحبوب ديال الشياء بالنسبة لكي يبقى عليها حسنا بالرغم لو ممكن تديروا زيتون وممكن تديروا اللي بغيتو سوف يحطي اضافة الشي كامس على طاوات وحطيتو كل حاجة شايتدنه وبدل ستدخل الفران وجلس باش نوجد الشلصة اللي غادي ندهن بامني باقي انا اي ادرس معلقة ونص ديال جبن دهن اي جبن الدهن عندك ودرس معلقة ونص ديال مايونيز نضع ملقا كبيرة و نضع كيتشوب الحار و نضع ملقا كبيرة و نضع الصلصة في الميركادونة هذه الخلطة لا تعود لكم البنت تأتي بنينة 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 بالسف يعني اعتمدها في خاف طهركم بالنسبة لأخوات اللي يبيعون لن تضهنهم قلنا نهائيا قلنا نضيفهم مباشرة بالحشوة و لكن انا كنت نضيفهم لي واحد من نكهزوينة هذا الميني باقي سوف نضعها باحد نسمعي قصغيرة داخل ديالها و نبدأ نعمرها بدك الحشوة الكفزة اللي خرجها من تلاجة و نسخنها عدا نعمر بها الميني باقي لأن اصلا هاد الاخت اللي ستبقي من عندي هاد طلبية يعني كتدف تلاجة و كتبقى تسخن فاهمكي يعني لم نغلقاش معها مشكلة صافي هناس قريبا را كانت وصلات لحضاش ديال النهار و مازال اختكم خدامة يدي ما تحيدتش من الكوزينة نهائيا حدي مجيت بالدلت لولدي رضعته و فيقتهم رضعت اللي غاي رضعت اللي غاي بالدل صافي وجيت كنكمل يعني واقفة رجل وحدة من الربعة تصبح حتى الوحدة ديالنهار لقد اضعني عاد سليت كل شي لان ستحقروا لانه حد فلا بلطوت واقفة او بتحقروا راح في الخدمة بزد 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 لان في بزد ديال المراحل و هذا بالطبع لان نضيف الحامل نجد فرمج محقوق و قبل الآخرة و قامت المرحلة قبل الآخرة و قررت العجينة في تلاجة البارح في الليل بدأت من قبل فقط في الصباح و خرجتها و أجمعتها و أجمعتها و تجمعتها خامرة ويجعلها تشد الحرارات الطبيعية للمطبخ سوف اطلقتها بالدقيق سوف ندهن العجينة بالمايونيز ونحاول نعطيها الشكل المستطيل سوف ندهر هذه الحشوة لأن الأخت طلبها الميني باقيتها بالكفتة سوف ندهر حشوة واحدة سوف ندهر الجبن أحمر ونبدأ للف العجينة بطريقة عادية تلف من الجهة المقابلة أحد الأخت قطعت بالخيط ونقدره طريقة سهلة تضغط على الخيط حتى يدخلت من الجينة ونقوم بتجرعه على العبارة ونقوم بتجد مقص سوف ندهر طريقة السكين سهلة والسكين عادية لأخذ العجينة لأنها تتبقى موقفها تبدو الوقت وقسم شوية بشوية بشوية تستخدمها للقاعدة للأجينة وراء نفس النتيجة غير هو الخيط عملي سوف ندرسهم في اللاطا قررتهم غير واحد شوية ونجعلهم يخمرون سوف ندرسهم على الفران سوف ندر الحشوة للبيتزا شحرت واحد جوج في الفلاس كبار ملونين ودرت واحد جوج علبات جوج علبات نضيف السلسل جاهزة طمع طعم الجاهزة ضفت لها غير شوية الملاحة وضفت لها شوية زيت الزيتون سوف ندهن بها الابات للبيتزا ونبدأ ندير الحشوة للطن وفرفلة لا ما نبقى ندير الفرفلة بوحدها وطن بوحده سوف نخلطهم مع بعضها سوف ندير خدمة واحدة سوف ندير الجوب ندير الموزاريلا ندير الجوب ندير الفيزا سوف ندير الكمية كلها ندير الكمية وندير الرشة الزعترن طاوة تشد نوبة الفران ندير الموزاريلا من سوف ندير الفران من سوف ندير الموزار سوف ندير الفران تشد نوبة من الطاوة هذه الموزارة اخر طاوة خرجتها من الفران سوف نديرهم من جبن احمر ونديرهم لهم ربيع الحامض و نرشهم بحق الحبوب للسانوج أو الخشخاش و نحب بشيرة معروفين أنهم صحيين فكانت هذه الطلبية ديالنا ديال اليوم نذكر معكم الثمن ديال كل شي بالنسبة للبسطيلة صغار أورو و خمسين مايو عادل 15 درهم مغربية بالنسبة لهذا الميني باقيت هذا تسعين سنتيم مايو عادل 9 درهم مغربية وهذا الشنيك باقيته صراحة بسبعين سنتيم و أخاه هو يقدر يمشي حتى بثمانين سنتيم باقيته بسبعين سنتيم مايو عادل 17 درهم مغربية بالنسبة للمغرب البغرير 30 سنتيم مايو عادل 3 درهم مغربية ميني بيتزا 3 درهم و خمسين مايو عادل 35 سنتيم عفوا وبالنسبة للمسي منات اللي ما حطيتهم مش هادوك يمشوا بثمانين سنتيم احنا غلبت كل شي وكنت نسي دجي سديهم حتى انتم غنقلكم مع السلامة ما تنسونيش من لايكاتكم و تعليقاتكم المحفزة إلى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة